شهر إيكي، علي بن شيخ يتجاه يعني لقيادة البياجي النهائي رابطة أبطال أوروبا يعني للمباراة المقبلة راح تكون مع دورتمون الطريق معبد للنهائي يجب أن نعرف بأنه يجب أن نعرف أنه يتبع أنه يتبع ل míراء لا يتكلم بأسفل و لا يتحرك أسفل، لا يتحرك أسفل يجب أن يتكون المعالجة صحيح على كيفية التعبير لتجد من المسلمات فهو قد أن يأتي الانتريني و يتساعد هذه الجنة لأنه إذا كان مبابي كان يخرجه لأنه أعرف أنه لا يكون مبابي لذلك يحبون أن يتساعد كل جوار لأنه يجب أن يکم بهم يتساعد معاقل ولكنه يجب أن يجب أن يتساعد لأنه يتساعد لأنه يتساعد ولهذا مدرب في المستوى إلى جانب لويس أريكي كيليان بابي علي بن شيخ ابن المدينة آمال كبيرة تعلقة على كيليان بابي لقيادة البياجي للتتويج بهذا اللقب اللقب الأول في تاريخ الفريق جدد العقب تهو بمبلغ فالكي قبل توجهي لريال مادريد كل آمال معلقة على كيليان بابي هيه ومعلكوا لأسفارتهم داروها على مبابي وتقولي الأموال اللي مددوا له بصحته بصك حبوا يستطيع دارو دارو مبابي حبوا يديرو زعما همير جوارو موند عكتويل ما يقولوهما اللي هو مبابي باش يجبدا يكركر الفريق وقعين لعبو عليه وكذا ولكن جسكا متنا اللي را هم يديرو في الريزلطان ماشي مبابي ماشي ومالغري اقتمع ماركة هابيناتي ولا كاش بيت عكدا مي لجو بدون 80 مينيت هم يديرو فيه واحد تخرين فهمني مازال هلاش صاح سينتان غرون جوار واحد مي برسون نبولنيي ولكن لليومين هادا مازال ماشي فيناش واشا معاطين له قيمة وواش راه يدير مازال ماشي فينهاش تاخد قاعلي جازو رونالدو وطالبارس تاريالي كانوا لا ما نهدروش على المعلمات دا خلينا منو نهدرو على دوتر جوار كانوا يهوم يديرو واصناش كانوا داري العجب دوك اليوم مبابي ولا راحون فينالو دوها راحين يديرو عليه ضخم كبير ويهدرو عليه وان شاء الله يدير دي جرومات ويمركي بور كوابا وانا نجيجي مبابي كي يروح مل بياجي كي يروح وكي ما ميقول لوا ميقولوا يروح لريال وان يروح لريال ونفتر في ريال مادريد في ريال مادريد يا أخي لديه 14 تشمبيون لا لا خلينا ملتش هذه مانعد روش عليها لا ما عندك عندك رودريغو عندك فينيسيس فينيسيس بيلينغام عندك كروس مودريج عندك ابن عميار ما ده جوار ولمعهدو ما دخلتش تمركي في العام كاشة 40 ولا كي ما كانوا رجالا أسكو أسكو يمبعد نقولون بواند انترون سكو ميريتين يخضروا عليه بهذا الصيفة بسكو سيمرك با في ريالة مارك با 35 40 بيت في العام ما تنجيب تقول مبابي افي 15 او 16 بيت تقول مبابي ودير حال لا او بنينغام او مماركي ما شعب شعال ومبتت واحد ويت ويتم مماركي كتاب فاني دونك او او جي جي انا لما انت هذا الزوج اللي بقاو اللي دمي فينال وفي او لا رحو فينال جبانس كي روح مع دورتمونت انا جبانس كي روح ولو دورتمونت ملح مماركي جي هدو واني بروشال حين هربين تماشوف مبابي في اسبانيا ان شاء الله الى جانب لقاء البي اجي وبرشلون عمر دورتموند يتخطى عقبة اه 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 فريق عنيد يحسن الدفاع لكن دورتموند اطاه به وبرباعية مقابل الهدفين صراحة لقاء دراماتيكي حتى كنا نشاهد اللقاء لما تشوف تطور النتيجة لشوط الاول اطنين مقابل صفر كان كل شي يبدو سهل بنيسبة لدورتموند وفجأة اطنين 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 كان سجل اطنين 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 لصالح اطنين اطنين وفي نهاية الامر اطنين انا نظن ان حلوة الكرة الاوروبية في السنتين هذه خاصة بعد نزع في اسبوع الفارت سيتي امام ريار الماضي 3-3 اطنين 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 ان نظن ان كل فارق يلعب داخل الميدان اطنين لا نرى هذه الخطات الديفاعية من اجل عدم تلاقي هدف خارج ضيار اطنين ان دورتموند وفي البطولة لم تتقلق كثير هذه السنة مع تقلق بارف يفاز يفاز بالبطولة ولكن دورتموند يبقى فريق صعب ستكون مواجهة سبقوا واجهها الـ PSG عدة سنوات كانوا يلتقيوا في أدوار سابقة ولكن نظن أن مهمة ستكون صعبة للفريقين لقاء رح يكون متوازن باريس انجيرما ما نظن أنه رح يترك فرصة مثل هذه حتى يصل لنهائي لأنه لما تكلم أكسس على الدورة للحق النهائي كانت دورة بين قوسين خاصة تتمن في عراق كورونا بدون أنصار ولكن الآن لما تلحق دور نسماعي بهذه تلكي تتكلم عن الأنصار اليوم باريس انجيرما اربح باربعة واحد في بارشورونا وليش تأثر بالضبط هنا في الجزائر عندنا عقلية كي تروح أليكسيري وتخاف كل حاجة مهيئة بشتر تقدر دير ريزيطات الملعب هو يحدد المستقبل ويحدد النتيجة على شغلت لك هنا الأنصار سيفري يكون تخطو يعاون يبوسي للعيبين توعود يساندك طيلا تسعين دقيقة من ذاك مهام بارشورونا شفنا الأنصار تعود طيلا تسعين دقيقة ويساند في الفارق تبقى الميدان هو يفصل بالحديث عن مباراة دورتموند واتيتيكو مادريد أمير أكساس ولو أنه الإصابة قضاء وقدر رامي بن سبعيني لم يكن محظوظا بتواجد مع زملائه اليوم ويحقق التأهل ولا تواجد في المباراة المقبلة بسبب الإصابة دوماج وإن ديجا حصافي بريزيو تلع في فارق تعد دورتموند من أقوى الفرق في البطولة الألمانية هذا كان عنده حد والمستوى تاعه هو اللي يلحقوا لهذا شيء سيد دوماج حنا كان لعيب جزائري كنا نتمنى ونشوفه في هذا اللقاء ما زالوا اللقاءات ما تقدرش تعرف بالك يقدر يوصل أنا نظن بالإصابة دياله كانت شوية خاطيرة في اللقاء تعد الفارق الوطني مش كيتش يعود في هذا الشهر ولا إن شاء الله نتمنى ولو الشفاء ويعود سريعا إلى الميادين سيرتوين فارق الوطني تاني يسحقه وبالنسبة لللقاء اللقاء كنشوفه في اللقاء دهب اللقاء كان متوازن اليوم بالك شوية أفضلية كانت لفارق دورتموند اللي كان يهاجم نتمنى النتيجة كانت ربعة وثنين أنا نقول باللي كانت فوز مستحق لدورتموند بسكو البادر عدة عدة مرات في الهجوم وكانت النتيجة ربعة وثنين ونتا تكلمت شفتك على أتيتيكود مادريد في الأوينة الأخيرة غير طريقة اللعب دياله ما ولاش يدافع كما كان كما كنا نشوف أتيتيكود مادريد يتكل على الدفاع دياله اليوم ولا يهاجم شوف انتايا كان عدة مقابلات وينفاس 3-0-4-0 ولا يسجل أهداف ولا يبادر الهجوم اللي يمطح معه فريق وين هو تاني عاد في المقابلة كان من هازم 2-0 عاود 2-2 عاود سجل عليها هدفين نظن باللي كانت كما نقوله سيناريو دراماتيكي كما قال عمار وفي الأخير دورتموند يستهل تأهل في هذا اللقاء وان شاء الله نشوفه في اللقاء نصف النهائي بين باريسان جارما ودورتموند ما تقدرش تدي الفافوري باسكو 50 بمئة لباريسان جارما و50 بمئة لدورتموند ان شاء الله نشوفه اللقاء كبير ونحن نشوفه بح اشتركوا في القناة